اشتركوا في القناة تطورات متسارعة وخلين نكونوا موضوعين انا اذا كان نحس بالمرارة بالجد حس بالمرارة بالجد وقت اللي ننظر لكل الشعرات هذيك الثورجية ومتاع الامريكا ولا قطر ومتاع سيادة ومتاع احنا اصحاب سيادة على الارض وانجزنا ما انجزنا من حريتنا ومحريتنا هي معقولة رأي الشعرات هذي اما ماذا بيه انه يكون فيها شوية تواضع لان المرحلة الناس كل كنا عارفينها انه اذا كمش نخلصوا فيها ثمن رأوا ثمن من وضعية دولتنا ومن قدرتها على صيانة حرية قرارها كيقول الكلام هذي رأوا ملومش على الاخذين بالزمام القرار السياسي في البلاد مانيشش جيفارة انا في عوضهم مانيش مش نعملوا حاجة اكبر من الظرف الظرفية صعيبة لكن يزيوا من نفاق وكهو يزيوا من كل اللغة اللي شنفتوا بها اذانة طبقة السياسية الكل منطاع التحرر والامبريالية والاستعمار وكذا اليوم فما الريال بوليتيك الواقعية السياسية تفرض عليكم شنو حجمك انتي اليوم في المنطقة شنية وضعيتك شنية اكرهيتك دولتك في حاجة للاخرين ان كان ذلك على مستوى الاقتصاد انتي اليوم قاعد تستنى تستنى في رحمة ربي لعلها تجيك في مؤتمر الاستثمار كنوا واضحين اليوم على المستوى الامني والعسكري هكتشوف صحيح امننا ورجالنا وانسانا قايمين بالواجب على المستوى الواقعي على الارض والميدان وعلى المستوى الرمزي باعتبارهم حاملين زي فيه العلم وفيه الراية لكن اليوم احببنا وكرهنا امنك وامنك القومي اليوم الله غالب ولا يسير في اطار التعاون مع الجهات هذية اليوم ما عادش تنجر من منطق السيادة لا الامريكي يشدخلوا فيها اليوم الامريكي قاعد في عقر دارك اليوم الله غالب فرض تعليك تطورات الاقليمية فرض تعليك الخطورة الظرف فرض تعليك الحرب على الارهاب واللي ما نعرفش هو ما صنعوه بش يجيوا يقاوموه توا جون سيبار ولا واحد كي بش يحب يحلل ولا يشعر بالمرارة عليش وصلنا للوضعية هذية لكي تبرر صعود طائرات بدون طيار من اراضي تونسية لقصف في ليبيا شكون نخلقها داعش بش نبعد يعمل لي الهني يولي يطلع لي ثم خلنكونوا شوية جديين خارج ايطال الانطباعات النفسية والوجدانية بتاع نحس بالمرارة ونحس بالمرارة تسريب الاخبار في الوقت هذية ان شاء الله ما يكونش زادة رسالة ضمنية مش للجار الليبي الجار الليبي اللي يشهد حالة من الفوضى وتقريبا سينتهي بالامر انه يطلب هذا التدخل تعسكري من طرف الليبيين انفسهم وهذا اللي حصل اليوم وليبيا مش جديد الطائرات الفرنسية تقصف والطائرات الانجليزية تقصف والايطالية تقصف والامريكية شوفناها كيف تقصف انا مشكلتي اليوم انه عندي جيراني في الغرب عندي علاقاتي الاستراتيجية مع الجزائر ان شاء الله لا يتم التشويش عليها من خلال مثل هذه الاخبار لان الناس كون نعرفوا ان الاخوة في الجزائر ما ينظروا شبعين الارتياح كثيرا للنشاط العسكري الامريكي على حدودهم القريبة اللي هو ينطلق اصبح بمثل مخرجة المعلومة هذية من كريم حاجة تعاون ليبيا حاجة تعاون ليبيا اخذر لي انا اليوم كيقدملك تأسيرات عسكرية مش تضرب داعش في ليبيا غدوة ما نعرفش وينتنجم الامور تمشي اشتركوا في القناة